مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك هنتكلم النهاردة عن واحدة اشتهرت خلال مشوارها الفني الكبير بتقديم الأعمال الدينية والتاريخية وكمان برعت في تقديم دور الأم وكمان اتعرفت بصوتها الإزاعي المميز تعالوا نتعرف النهاردة على الفنانة مديحة حمدي قبل مبدأ حابب أشكر صاحب التعليق اللي اقترح علي بطلة القصة بتاعت النهاردة أما بالنسبة للفنانة مديحة فهي لقبت من طفلتها بالطفلة النابغة ظهرت موهبتها في التقليد والتمثيل ودخلت المجال الفني ولكن والدها ما كانش مرحب تماما بموضوع الفن عشان كده يمكن يكون ما قدرتش ان هي تخرج موهبتها للنور إلا متأخر المهم ان هي في طريقها في الدراسة التحقت بمدرسة الرحيبات الفرنسية لكن فضل حلم التمثيل بيرودها وقدرت ان هي في مرحلة السنوية ان هي تقف على خشبة مصرح الأوبرا القديم علشان تقدم مصرحية زعيم النساء وتكون دي أول مرة تقف فيها على خشبة المصرح الفنانة مديحة حمدي من موليد 23 سبعة سنة 1941 في حي شبرة الأب بيعمل في مجال الطيران والأم سيدة منزل صعيدية وتعلمت مديحة يسري زي ما بقول لكم في مدرسة الرحيبات وبعد كده التحقت بكلية التجارة وهي في كلية التجارة ما قدرتش ان هي تتخلى عن حلمها ان هي تصبح فنانة عشان كده التحقت بفريق المصرح في الكلية وفضل والدها متخوف من دخولها عالم الفن علشان خايف ان هي بسبب موضوع التمثيل ده انها تهملت راستها لكن والدتها وقفت جنبها وقدرت ان هي تقنع والدها والدها اقتنع الى حد ما ولكن عمل معاها زي اتفاق الاتفاق ده بيقول ان هي تمثل في مصرح الجامعة ولكن بشرط ان هي ما يقلش تقدرها كل سنة عن جيد جدا طب ولو قال تقدرها عن الجيد جدا حتسيب المصرح فورا خلصت دراستها في الكلية وبعد كده التحقت بالمعهد العالي للفنون المصرحية وده ان ده اللي يدل ان هي كمان كانت متفاوقة في الكلية بتاعتها وقدر والدها ان هو يقتنع بموهبتها الفنية بالاضافة ان هو يكون راضي عن الاداء بتاعها في الدراسة المهم ان هي قدمت مسلسلات اذاعية كثيرة جدا صوتها الاذاعي مميز جدا وتقدر ان انت تسمعه في اي وقت تقدر تعرف ان الصوت اللي جاي ده هو صوت الفنانة مديحة حمدي المهم نقلت بعد كده للمصرح وكانت اول اعمالها المصرحية مع الفنان فؤاد المهندس وشويكار وعبد المنعم مدبولي في مسرحية السكرتيري الفني المصرحية دي طبعا من تأليف بديح خيري ونجيب الرحاني واخراج المبدع عبد المنعم مدبولي اللي كان بيعشق ان هو يخرج المصرحيات المختلفة يعني كان بيحب المصرح دون التلفزيون والافلام هو كان بيحب يخرج اوي في المصرح المهم ان هي قدمت العديد من المسلسلات يمكن اشهرها الدغري وعائلة الدغري في مسلسل اسمه عائلة الدغري ومسلسل اسمه الدغري تسعين كمان في عائلة محترمة روعة الحب ومعسكر البنات او معسكر بنات المهم بعيدا عن التمثليات دي هي اشتهرت ان هي بتقدم الاعمال الدينية وبرعت فيها جدا من القاء صوت لغة عربية صحيحة وتميز منقطع النظير عن بقية النجمات التانيين هنلاقي اشهر الاعمال الدينية بتاعتها رسول الانسانية القضاء في الاسلام عمر بن عبد العزيز وقالت ان هي يعني في تصريح من التصريحات الاعلامية قالت ان كثرة الاعمال الدينية كانت سبب في قرارها ان هي تلبس الحجاب لانها حفظت القرآن والكثير من الاحاديث لما فتحت جزها في موضوع ان هي عايزة تلبس الحجاب رحب بالحجاب ولكن قال لها ان القرار دا لا يمكن الرجوع عنه ابدا والحقيقة ان هي حققت له الشرط دا لحد يومنا النهاردة ابتعدت فترة على الوسط الفني يمكن لمدة ست سنين وده بعد ما اكتشفت مرض زوجها بالسرطان وقررت ان هي كاي زوجة ان هي تفضل بيتها وتفضل جنب جزها دي اهم المحطات بالنسبة للفنانة مديحة حمدي تعالوا نتعرف على صدمتين هزوا حياتها وكيانها وعمرها منيسية اللحظات المؤثرة دي الصدمة اللي غيرت مجرى حياتها هي فقدانها لابنها الصغير الابتلاء الاصعب على اي انسان في الدنيا ان هو يفقد ابنه مهما تعدي سنين بقى بيفضل الابن دا جرح مفتوح عمره ما بيتلم أو يلتئم وده بالضبط اللي حصل مع الفنانة مديحة حمدي فمرة من المرات حل الضيفة على برنامج الستات ما يعرفوش يجدبو واخلال الحلقة تقلتها الموزيعة مفيدة شيحة عن قصة وفاة ابنها محمد وهو في عمر سنتين حكت بتأثر جدا ان الوقت دا كانت هي مسافرة بره علشان تصور جزء من مسلسل عيلة الدغري وقتها تطلب التصوير يعني ان هي تسافر بره مصر ولكن جزها ما كانش مرحب قوي بموضوع ان هي تسافر وحمتها قالت له جزها يعني خلاص انا هقوم بالولاد ما تقلقش وجزها كان مقلق بصراحة ان امراته تسافر وتسيب الولاد ولكن حمتها طمنته جدا وقالت له ان انا هفضل مع الولاد طول الوقت ولكن سبحان الله دا قدر يعني خلال سفرها ويع ابنها وراسه اتخبطت واتكونت مية على المخ ودخل عمل يعمل عملية جراحية ولكنه اتوفى بعدها وقتها اتصل جزها بالمخرج وحكاله اللي حصل وطلب منه ان هو يخلي الفنانة مديحة ترجع على مصر ولكن ما يحكي لهاش اي حاجة وهي بر مصر يعني طلب من المخرج ان هو ما يقولش الفنانة مديحة والحقيقة ان المخرج يعني عرف زميلها في المسلسل اللي مسافرين معاها لكن فعلا ما قالهاش حاجة وقالت هي في اللقاء ان الفترة دي تعامل معاها كل زملائها والعاملين معاها في المسلسل بلطفة وحنان وهي سيدة محبوبة يعني والناس كلها بالطبع بيعملوها بلطفة وحنان ولكن حست بزيادة قوي الناس مهتمين بيها لو حد نازل يقول لها عايزة حاجة اشتريها لك محتاجة حاجة يعودوا معاها ما تعودش لوحدك لحد ما رجعت مصر وفي المطار استقبلها ابنها الأكبر أحمد وسألته عن أخوه قالت له محمد ما جايش معك ليه فقال لها ان محمد راح مع الدكتور لأمريكا طبعا دي حاجة غريبة وقصة غريبة وقتها لقيت خالها في المطار واستغرابت خالها إيه اللي يجيبه يستقبلها في المطار المفروض جوزها اللي يجي أهلها يعني اللي هو يعني وابنها جوزها لكن خالها اللي يجيبه المطار هنا مسكها وقال لها انت ست مؤمنة وقال لها على الخبر نهارت طبعا وربنا عوضها بعد كده على طول بابنها الصغير معتز لكن عمرها ما هتنسى ابنها الصغير محمد المهم وهي بتحكي الحكاية دي في البرنامج عياطت الحكاية دي مر عليها سنين طويلة ولكن لسه هي فكرة نفس الأحداث ونفس الألم ونفس الحزن في قلبها باكت في الستوديو الحقيقة في اللقاء ده ونحط لكو رابط اللقاء ده مؤثر جدا يعني هحط لكو في الوصف أسفل الفيديو وقتها المزيعة مفيدة شيحة غيرت الكلام وسألتها عن شيء آخر علشان ما تزودش أحزانها في تجربة صعبة كمان في حياتها حكيتها لما قالت إن هي في وقت من الأوقات كانت بتعمل عملية جراحية وكانت قرس قبل كده إن الروح بتشعر بعد الموت وحتى الدفن بالقبر بتقول كنت بعمل عملية وكنت بخاف من البنج جدا لأن الإنسان ما بيكونش في وعيه ولقيت نفسي بسمع ومش شايفة وحسة وسمعة بيقولوا الجرح إزاي وما كنتش قادرة أتكلم ولا قادرة أتحرك ولا شايفة بس حسة بكل حيات حسيت إني متوفية وسمع الأحياء واستمرت اللحظة دي لمدة خمس دقائق وساعتها استنجدت بربنا زي ما يكون سبحان الله حسة إن هي توفت ورجعت للحياة المهم إن الفنانة مديحة حمدي من أكتر الفنانات اللي حفظت على خط محافظ في الوسط الفني عمرك ما حتلاقي لها مشهد يختلف عليه الناس ولا عمرك حتلاقي لها عمل يختلف عليه الناس حتى عمرك ما حتلاقي لها تصريح مثير للجدل بأي شكل من الأشكال هي لسه موجودة معنا لحد النهاردة ربنا يديها الصحة وربنا يخليها الأهلها والولادها والمحبيها في كل مكان حلقة النهاردة خلاص خلصت أنا مبسوط إن كنت معاكم النهاردة شكراً لك وأشوفكم على خير في حلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة